السلام عليكم ورحمة الله يسعدني أن أتقدم إلى أهلنا المسيحيين في سوريا وإلى المسيحيين في العالم أجمع وإلى شعبنا السوري بأحر التهاني والتبركات بمناسبة عياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة متمنيا أن يكون عام خير وبركة وسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم يحل عيد ميلاد الرسول المحبة والسلام السيد المسيح عليه السلام في وقت تستمر فيه مغاناة شعبنا السوري حيث تم تهجير أكثر من نصفه وغالبيته العظمى باتت تعيش تحت مستوى الفقر وما زال مئات الآلاف بين مفقود ومعتقل على الرغم من كل ذلك ما زال شعبنا العظيم يتطلع إلى حياة كريمة في دولة قائمة على مبادئ الحرية والكرامة والمواطن المتساوية وهو ما أكده ويؤكده الشعب السوري بصموده الأسطوري وتعبيره بطرق مختلفة عن رغبته في بناء سوريا جديدة لكل السوريات والسوريين وتحقيق الظروف المناسبة من أجل العودة الطوعية والكريمة للمهجرين كافة إننا في هذه المناسبة نذكر العالم أجمع بأن الشعب السوري ما زال يعيش في ظروف غير إنسانية وأنه كغيره من الشعوب حول العالم يستهق الحياة بسلام وأمان وأن هذا الشعب وغيره من الشعوب التي تعيش في ظل الحرب والاستبداد يستهق الدعم بكافة السبل لرفع المغاناة عنه وأعطاءه الفرصة لبناء مستقبله والعيش في استقرار وسلام إننا في الاعتلاف الوطني السوري نؤمن بالسلام ونتطلع إليه وثورتنا كما بدأت سلمية ها هي تستمر بشكل سلمي في السويداء وغيرها من بقاع وطننا الحبيب نعمل بكل طاقاتنا من أجل إحلال السلام والاستقرار في بلادنا ولذلك فإننا نؤكد بأنه لا يمكن إرساء الاستقرار وإعادة توحيد سوريا أرضا وشعبا إلا من خلال انتقال سياسي وفق قرار مجلس العمل رقم 2254 ومن خلال ترسيخ قيم العيش المشترك بما يعزز من وحدة الشعب السوري بمختلف أطيافه ومكوناته وتحسين المستوى المعيشي لكل أبناء وطننا في كل المناطق وبمشاركة السوريات والسوريين كافة وبهذه المناسبة ندعو أبناء شعبنا جميعا للاستمرار في العمل يدا بيد من أجل الوصول إلى سوريا نعيش فيها جميعا جنبا إلى جنب ونعمل فيها سوية لبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون والمواطنة المتساوية وتضمن حقوق الجميع دون التمييز على أي أساس كان في وطننا الحبيب الذي يتسع لجميع أبنائه ويحتفي بشعبه المتنوع باعتباره أكبر فروة ورأس مال لمستقبل مزدهر نعبر عن فخرنا واعتزازنا بصمود شعبنا رغم الضغوط والتحديات التي عصفت به على مدى عقود ونؤكد أن تحقيق تطلعاته التي ضح من أجلها كانت وما زالت وجهة الائتلاف الوطني في عمله نستذكر في هذه المناسبة أهلنا في أرض ميلاد السيد المسيح رسول السلام أهلنا في فلسطين الذين ينشدون السلام ولا يعيشونه نجدد الدعوة اليوم إلى وقف العدوان على غزة ودعم الجهود التي طبن حقوقهم المشروع وإخلال السلام بين شعوب المنطقة وتحقيق الأمن والسلم الدوليين نجدد تعانينا لكم عيد ميلاد مجيد وكل عام وعنتم بخير